السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الخوف والتردد من الشراء من الانترنت لمدة طويلة قررت خوض هذه التجربة وقمت بشراء بعض الأشياء من موقع جوميا بتونس وسأشارككم في هذا الفيديو بعض هذه المشتريات ما كان يخيفني هو أن تكون المشتريات غير متطابقة مع الصور التي نجدها على موقع جوميا لكن في الحقيقة من حسن الحظ لم أندم على الشراء من هذا الموقع لأنني حصلت على المشتريات التي أرغب بها وبنفس المواصفات الموجودة على الموقع كنت بحاجة للكثير من الأشياء وما شجعني أكثر على خوض هذه التجربة هو وجود خصومات على هذا الموقع شهدت الكثيرات يتحدثنا عن هذا المنتج هو عبارة عن لولب مخصص لنزع الشعر من الوجه قررت شراء هذا المنتج لأنني أعاني من حساسية في البشرة ولا أستطيع استعمال الكثير من المنتجات الموجودة في الأسواق لنزع الشعر ولا أستطيع أيضا استخدام الوصفات المعدة في البيت لنزع الشعر ما فقررت شراء هذا المنتج وتجربته الثمن تقريبا 12 دينار أما المنتج الثاني الذي قمت بشرائه فهو الواق الشمسي أنا غالبا ما أشتري الواق الشمسي من العلامة التجارية ديلونغ أعجبني هذا الواق الشمسي كثيرا للحماية العالية التي يوفرها للبشرة وهو أيضا مناسب للبشرة الحساسة قمت بشراء هذا المنتج بثمن يساوي تقريبا 49 دينار هو ليس رخيصا جدا لكنه مناسب بالنسبة لي خاصة وأنني تمتعت بخصم على هذا المنتج ففي الفترة التي قمت بشراء هذه المنتجات كان موقع جوميا يقدم خصومات جيدة على الكثير من المنتجات فقد كان هذا المنتج متوفرا على الموقع لفترة طويلة بثمن أقل من الصيدليات ويعد ذلك فرصة بالنسبة لي وقمت أيضا بشراء فرشاتي لينا ميني تو فوريفر الثمن كان 49 دينارا أيضا كنت متحمسة جدا لشراء هذا المنتج وتجربته خاصة وأن ثمنه لا يقارن بلونا ميني تو فوريو أظن أن هذا الثمن مناسب جدا بالنسبة لي وأرجو أن تكون هذه الفرشات بجودة جيدة مقارنة بالثمن ترجمة نانسي قنقر قمت أيضا باقتناء غسول للوجه من العلامة التجارية بابوليكس هذا الغسول يأتي على شكل جيل هو خال من الصابون ومناسب جدا للبشرة الحساسة في الحقيقة أنا قمت باستخدام هذا المنتج من قبل وقد أعجبني كثيرا لأنه يمنح البشرة لمعانا كما أنه بعد استخدامه على البشرة تكون ناعمة ومنتعشة فهو ينظف يرتب البشرة كما أنه أيضا يخفف من ظهور الحبوب على الوجه وهو ما أعجبني كثيرا أنا أقوم باستخدام هذا المنتج برتين في اليوم الطبيبة الخاصة بي نصحتني بهذا المنتج وقد أعجبني كثيرا بالنسبة للثمن فهو يساوي 31 دينارا بعد أن نصحتني صديقتي بتجربة علامة تجارية جديدة موجودة في تونس هذه العلامة تسمى أرفيا قمت بشراء عبوة من الكريم المرطب للبشرة وللجسم هذه العلامة هي علامة تونسية جديدة موجودة في الأسواق حسب ما أخبرتني به صديقتي فإن هذا الكريم يرطب البشرة أخبرتني أنه يحتوي على زيت الأركان مستخلص من الألوي فيرا وكذلك زبدة الشية يسمى هذا الكريم ميركل كريم أو كريم ميراكل قالت أنه خفيف جدا ذو رائحة مميزة كما أنه يرطب البشرة وكذلك أظن أن ثمنه مقارنة بحجم العبوة مناسب جدا فالثمن فقط 20 دينارا لعبوة تحتوي على 250 مليلترا من هذا المنتج في هذه الفترة موقع جوميا يقدم خصما على هذا المنتج لذلك قمت بشراءه خاصة وإن قررناه بأثماني الكثير من المنتجات المتوفرة في الأسواق فهو مناسب جدا قمت بشراء خف طبي لأمي واحد لفصل الشتاء ثمنه 32 دينارا وآخر لفصل الصيف ثمنه 59 دينارا ترجمة نانسي قنقر قمت بشراء سماعة للرأس خاصة بالكمبيوتر خاصة وأن سماعة القديمة قد كسرت ولا تعمل جيدا اشتريت واحدة رخيصة بثمن بخص فقط 16 دينارا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قمت أيضا بشراء مجموعة من الاكسسوارات المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو تحتوي هذه المجموعة على أساسا على فأرة وعلى سماعة للرأس مميزة جدا لقد أحبها أخي كثيرا إذا أردتم يمكنكم زيارة قناته سأضع لكم رابط القناة في صندوق الوصف وقد كلفتني هذه المجموعة 59 دينارا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولأنني أقوم بالمنتاج يوميا لساعات طويلة قررت حماية الكمبيوتر المحمول الخاص بي من ارتفاع الحرارة وذلك بشراء مروحة للتبريد كلفتني هذه المروحة تقريبا 32 دينارا الثمن مناسب جدا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر قمت بشراء زوج من الأحذية الجلدية سوداء اللون لوالدي كان ثمنها 59 دينارا موقع جوميا يقدم تخفيضا رائعا على هذا المنتج يساوي 50% وهو ما دفعني للإسراع والشراء هذا الزوج من الأحذية الذي سيكون هدية رائعة ومميزة لوالدي موسيقى واخر منتج قمت بشراءه هو حامل للكاميرا أو للهاتف ثلاثي الأرجل قمت بشراء هذا الحامل من العلامة التجارية هاما ستار 5 قمت بشراء هذا الحامل لأنه يسهل علي العمل ويمكنني من تصوير الفيديوهات بسهولة في أي مكان أتوجد فيه دون الحاجة للإمساك بالهاتف أو الكاميرا طول الوقت هو مصنوع من الألمنيوم وأقصى ارتفاع له يصل إلى 106 سنتيمتر قمت بشراء هذا المنتج بعد بحث على الموقع وجدته بالصدفة ليس لدي خبرة في حاملي الهواتف والكاميرات لكنه أعجبني لأنه مقارنة بثمنه يوفر المطلوب بالنسبة لي لست بحاجة لشراء واحد غال من العلامات التجارية المعروفة كما أنه مناسب للمبتدئين على اليوتيوب لا يكلف الكثير من المال لكنه يقوم بعمل جيد حيث ستحصلون على صورة ثابتة دون مشاكل تقدم الشركة المنتجة لهذا الحامل حقيبة يمكننا وضعها فيه عند التنقل أو عند السفر أرجو أن تقوموا بزيارة قناة أخي وتشجيعه إن توفر لديكم الوقت ستجدون الرابط في صندوق الوصف أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأرجو من المتابعين الجدد أن لا ينسوا الضغط على زر الاشتراك الإعجاب بهذا الفيديو ونشره بين أصدقائهم وأحبائهم شكرا جزيلا لكل المتابعين الأوفياء تصبحون على خير